موسيقى لا طبعا ما غديش نتبرع لبناء مسجد تبارك الله المساجد كتار وماشي علاش بالضبط غي مدرسة ومستشفى صحيح ان انا محتاجين الى مدارس ومستشفى يمكن انا نشد هذا المبلغ نبني به مسرح نبني به قاعة سينما بالنسبة لي وما نعطيش في مسجد لان المساجد كثيرة وعندنا نقص كبير في الدور في الفن وبالمناسبة هذا الشيخ صورة الشيخ الذي تحدثنا عنه طبيعي انه تحرم السينما وانه تحرم مسرحه مع امره مش قاعة السينما مع امره عرف ما هو الفن وما هي ادواته وما هو تأثيره اش حرم راسه طبيعي جدا تريح راسه تقول لك حرام وبالتالي برأيي ان انفاق الاموال انفاق الاموال انا متقولش انه اولا المسجد خايب اذا انخصنا النافقه على الاخرين وكي تشوف انه كفاية كبيرة عنا ما هو فوق الكفاية فكي تطرح كذلك هذا الامر هو فيما يتعلق بالحج كاللي يمكن اصره معوزه وكي يجمع الفليسات ومخلي وليداته اولا مخلي جيرانه شنو الاولوية مش الحج طبعا الاولوية انه الاولوية انه انه يرفع على ابناءه ولانه ذاك الساد المليون والسبعاد المليون والعشراد المليون اللي غادي ينفقها في الحج الاولى انه مش يدير بها شي مش روعي شي من الابناء دياله ولا يحسن بها المستوى دياله المعيشة دياله وراها علاش هاتش كله اللي تتسول عليها السيردوان علاش التديل المظهري لانه هاده اعمال مرتبطة بالقيام بناء مسجد فخم باموال فخمة اليوم تنسمع انه مسجد غادي يتبنى بخمسة المليار في منطقة معينة هاتك خمسة المليار تتعرفش حال كان بامكانها ان تساهم في التنمية في تلك المنطقة لانه احنا مشكل واحنا نريد ان نبنية الاشكال ولا نريد ان نبنية الانسان